بسم الله الرحمن الرحيم وطبعاً أنا كتير فخور وجودي بين أهلي وعزوتي في لواء الرصيفة وحبيت بس أنقل تحيات ابني حسين لما قلت له أنا جاي أزوركم اليوم بسلم عليكم جميعاً وحبيت أقول كل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك اليوم إن شاء الله بداية جديدة لأنه في أمامنا شغل كثير بالنسبة للواء الرصيفة في من التحديات لإمامكم عدد السكان وهون نحن بدنا نشتغل كنا بروح الفريق الديوان والحكومة وإنتوا على الأرض بالنسبة للخدمات حتى نخفف على المواطن فمن الآن لنهاية السنة وبداية السنة الجاي راح نظل على التواصل معكم والاتصال حتى فعلا كيف نحن ما نقدر نطور الخدمات لأهلنا هون بروحيفة من سنين نحن كنا عارفين إنه في تحديات بالنسبة للبيئة أيضا هون في دور لا مؤسساتنا وبجوز بالديوان إنه نوقف معكم ونساعدكم بهذا الاتجاه اليوم أنا جيت وشفت تأهيل تلال الفوسفات أخيرا لكن بداية لسه مرحلة جديدة ومطلوب مننا كلنا نشتغل مع بعض حتى نطور المنطقة بأقصى سرعة لكن في أراضي كتير باللواء فأنا طلبت من الحكومة والمسؤولين إنه بس ندرس كل المناطق حتى نشوف كيف نحن منقدر إذا بنقول إنه الالتلال مرحلة أولى شو البطلوب منك مرحلة ثانية حتى منساعدكم بهذا الاتجاه أنا كتير مبسوط أكون بينكم بالحديقة البيئية وإن شاء الله زي ما حكيت في مناطق أخرى برسيفة بنقدر نطور بهذا الاتجاه وأملي إنه كل قرية أردنية بتكون نفس الإمكانيات إن شاء الله في وقت قريب جدا الصحة والتعليم كمان واضح جدا بالنسبة إلنا وأنا شايف إنه هذا كمان أولوية بالنسبة إلي أنا بعرف إنه في خطط أمام الحكومة بالنسبة للتطوير مستشفى تسمو الأمير فيصل وفي عدد من المدارس أيضا إن شاء الله بالتعاون مع الديوان والتواصل نحن بنقرر نساعدكم أيضا بهذا الاتجاه نحن ماشيين بكل شفافية وجدية على المصاري الإصلاح السياسي وأنا لسه بستغرب إنه في ناس بفكروا إنه هذا كله حكي ما في أي تراجع بالنسبة للإصلاح السياسي ونحن عنا سنة فمعناته أمامنا شغل كتير حتى نطلع بالنتائج اللي بدنا إياه وقت الانتخابات السنة الجاي أيضا بدناش أي تراجع على الإصلاح الاقتصادي والإداري لأنه التركيز على الاقتصاد والتحديات الإدارية بتساعدنا بمحاربة الفقر والبطالة بجوز أصعب إشي اللي أمامنا اليوم كأردن لما منشوف شو عم بسير مع إخواننا وأخواتنا بالضفة فيه قلق أنا عتصال مع عدد من أصدقائي الدول العربية والغربية وما فيه طبعا أي تراجع على موقف شخصي وموقف الأردن بالنسبة لحماية الأهم بالضفة لكن كمان المؤامرات اللي عم نشوف أمام المقدسات الإسلامية والمسيحية فأنا بس حبيت أقولكم أنه أنا واعي بالنسبة للتحديات عم نشتغل ليلاً والنهاراً حتى نحمي إخواننا وأخواتنا بالضفة فإن شاء الله خير نحن عم نشتغل مع الجميع من نهاية الله يعطيكم العافية أنا كتير فخور أكون بين أهلي اليوم وحابب أسمع منكم